الإبهام في الأعلى أو الإبهام متجه إليك؟ وهذا سؤال قد تلقيته في آخر فيديو من صديقنا دان شكرا على هذا وهذه النقطة ساخنة جدا في الملاكمة ما هو الصحيح وما هو الخطأ؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ هل هي هكذا أم هكذا؟ وفي هذا الفيديو سأخبرك بالتحديد ما الذي يجب فعله اسمي توني جيفريز ملاكم أولمبي متوج ومحترف غير مهزوم وسبعة مرات بطل وطني وفائز ببطولة أوروبا قبل إعطائك رأي في هذا دعني أوريك الطريقة لتسديد الهوك الأولى الإبهام متجه نحوي التالية الإبهام في الأعلى وكما لاحظت هنا الطريقتان تؤديا إلى اللكمات قوية ويتشاركان في نفس حركات الساق من الأسفل للأعلى هذا وهذا الاختلاف الكبير والوحيد هو وضعية اليد والمعصم عندما بدأت مسيرتي في الملاكمة وكنت ملاكم شاب كنت أحب تسديد الهوك الطويلة بهذه الطريقة هنا والإبهام متجه نحوي وكانت لكمة قوية جدا كذلك إن استعملت هذه اللكمة والإبهام في الأعلى هل رأيت؟ هل لحظت هذا؟ تبدو كأنها صفعة نوعا ما وهذا في الهوات لكن للمحترفين فالصفعة ممنوعة طبعا لذلك علمونا أن ندير المعصم في آخر الحركة وكما قلت هي لكمة قوية دون شك ولاحقا في مسيرتي غيرت الطريقة أسدد هوا أبهامي في الأعلى هكذا وسبب أني غيرت الطريقة لأنها ببساطة كانت أرتح بالنسبة لي عوض هذا هنا لكن دعني أقول هذه الطريقة أيضا الطريقة الأولى كانت جيدة أريد إيقاف الفيديو هنا سأعطيك شيئا لك أنت بالمجان والذي سيساعدك في جعل لكماتك مثالية وهو حزمة من الفيديوهات المجانية التي صنعتها وأنا أدعوها Ideal Punching System وخلالها ستحدد أخطائك وتتدرب عليهم وتمارس العادات الجديدة ويعادة تحليل قدراتك وتقنياتك الجديدة حينها ستتمكن من التطور وهذه الحزمة المجانية تتضمن أيضا جداول قابلة للتحميل تساعدك في تحليل كل خطأ تقوم به في عالم الملاكمة لتصبح أفضل وما يجب فعله أضغط على الرابط أو أمسح هذا وسأرسلها لك بالمجان وأنا أضمن لك أنها ستساعدك في تطويري لكماتك فضغط على الرابط الآن واستمتع إذن من الأساس الإجابة على هذا السؤال ما هو أفضل؟ الإبهام في الأعلى أم تجهن إليك؟ والإجابة هي افعل أي شيء تفضله افعل أي شيء تجد راحتك فيه هذه هي الإجابة الصحيحة وأنا عندما أدرب الملاكمة دائما أعلمها والإبهام في الأعلى لأن فيها أقل دوران للمعسم وللمرفق وللكتيف أيضا مقارنة بهذه وبما أن هناك أقل دوران يقلل من فرص إصابتك أو إيذاء نفسك لذلك أعلمها والإبهام في الأعلى عوض الطريقة الثانية لكن أهم نقطة عند تسديد أي طريقة هي نقل وزن جسمك من ساقك الأمامية إلى الخلفية ولا يهم إن استعملت الطريقة الثانية أو الإبهام متجه نحوك مرة أخرى شكرا دان على السؤال وإن كان لديك أنت أي سؤال أو إن كان لديك أي اقتراح اترك هذا في تعليق وربما الفيديو التالي يكون موجه لك اشترك للمزيد من الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر